ظروف إصدار قانون التجنيد الإجباري في الجزائر 1912 ميلادي السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات أولا ظروف إصدار قانون التجنيد الإجباري برزت فترة التجنيد الإجباري مع بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر خلال عد بورمون الذي جمع قوة إعداده 500 جندي وجعل منهم نواة القوات المساعدة وبعد تنصيب الجنرال طلوزي الأسسس هذا الأخير فترة مشات من بعض المرتزق الجزائريين سمها فترة الزواف وضعت في أول أرتوبر 1830 ميلادي وعهد إلى لاموريسي قيادتها في الثاني نوفمبر 1833 ميلادي الذي ارترح بعد معاقة معصدر إنشاء أفواج إضافية فأنشأ الفوج الثاني عام 1835 ميلادي أما الفوج الثالث فترد إنشاءه بعد معاقة السنطين عام 1837 ميلادي وقد ازدادت الحاجة إليها مع توسع عمليات الاحتلال وصعوبتها وصمود المطاومات الشعبية لأن الجنود الفرنسيين تعثروا أمامها ولم يتحملوا الشمس الحارقة الإفريقية لذا يتفكر قادة الاحتلال في دعمهم بقوة محلية تطلل من خسار الجيش الفرنسي وباندلاع الثورات في باريس منذ جولي 1830 ميلادي ضد الملاتية الرجعية بزعمة شارل العاشر سارعت الحتومة الفرنسية إلى تقليص عدد جنودها في الجزائر وإرسالهم إلى فرنسا لاستعادة الأمن وإخماد الثورات واحتفظت في الجزائر بـ 21 ألف جندي إذا اتشارعت في تأسيس الفيطة الأجنبية منذ 9 مارس 1831 ميلادي وجعلت الإنظمام إليها اختيارا لمدة 3 أو 5 سنوات للراغبين في التطوع للرجال الذين بلغوا الثامن عشر سنة ولم يتجاوزوا السن الأربعين وتعنت الفيطة تتكون من أربعة أفواج وتضم 2700 رجل وتعنى الغرض من تأسيس هذه الفيطة احتلال مناطر جديدة وإحاطت ممتلاتاتها بمجموعة من المستعمرات وإيجاد مجال حيوي لها يحمي ممتلاتاتها من الدول الأوروبية المتنافسة وخاصة الجزائر وتونس والاستعداد لمواجهة التهديدات الخارجية وخاصة الألمانية ضد فرنسا ومستعمراتها تجوز الأنتيل ومدغشتر وطاليدونيا والهند الصينية اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد